اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنستكمل ما بدأناه في هذه الوحدة الوحدة السامنة وهي خواص الوماعة متحركة هناخد اليوم ان شاء الله باذن الله بعض تطبيقات على معادلة برنولي طبعا تطبيقات معادلة برنولي كثيرة اه منها مثلا النوافذ المتفجرة والنوافذ المتفجرة لو ان رياحا مثلا سريعة مرت على نافذة ان الضغط على نافذة ستناقص وقد ينكسر الزجاج النافذة الى الخارج لابد ان حدوث فرخي في الضغط وده اللي بيحدث اذا هبت عاصفة شريدة على اسطح المنازل المستوية هذه الاسطح بنتيجة انخفاض الضغط الخارجي قد تنكسر وخاصة ما تكون ضعيفة ده نوافذ متفجرة التطبيق التاني مقياس فنتوري وده من المقيس الجهاز اللي ممكن يجيس يمكن معايرته بحيث يقرأ ويسجل معدل الانسياب مباشرة فيه برضو خزان الماء المسكوب وفيه النازل تجينا هناخد بقى التطبيقات احنا اول تطبيق عندنا هنا الانبوب المعادل برنولي الانبوبة ذات الاختناق هذه الانبوبة هنا الانبوبة هنا لها في مستوى واحد مستوى افقي واحد يعني يعني مثلا ايه هو نفس ارتفاع بي يعني ما فيش فرق في ارتفاع بي التنين يعني اتش وان بيسوي اتش تو وبالتالي لما نطبق المعادل بتاعت برنولي عضو بعضون نص V2 سكوير ماينس V1 سكوير معلش فيه هنا سكوير بيساوي بي 1 ماينس بي 2 على الرو طبعا لان الطاقة الكامنة على اطرافي الانبوبة متساوي لان يفيش فرق في ارتفاع التطبيق الثاني هو المعادل بتاعت تورشلي المعادل بتاعت تورشلي ده بنحسب سرعة تدفق سائل من سقب في خزان وبنفرض ان سائل بينساب من خزان كما بالشكل الشكل التالي من الرسم حنستنتج الاتي اولا الضغط عندي اكس الضغط عندي اكس ادي اكس اهي طبعا الضغط هنا الضغط عندي اكس اهو الضغط عندي اكس والنقطة واي هو الضغط الجوي ادي النقطة فيه نقطة ثانية نقطة واي نقطة اكس والضغط واحد والضغط الجوي ضغط الوضع لوحدة الحجم عند اكس ضغط الوضع هي الرو في الاتش لان المسافة اتش بينما ضغط الحركة بنهملها عشان اذا كانت مساعة الخزان كبيرة بالمقارنة مع السقب هنا في سقب موجود اهو اذا كانت مساعة الخزان ادي المساحة اي كده كلها ادي اذا كانت كبيرة فضغط الحركة بنهملها إذا كانت مساحة الخزان كبيرة بالمقارنة مع السق H هي المسافة بين X و Y بينما طاقة الحركة عند X تساوي تقريبا كم سفر طاقة الحركة عند Y تقطة بالعلاقة الآتية نص رو في تربيع حيث فيه هي سرعة سريان السائل عند النقطة Y يعني عند السق ولكن طاقة الوضع عند النقطة Y تساوي سفر لأن H هي الفرق بين Y و X يبقى Y سفر بالنسبة ل X Y ما فيش ارتفاع ما فيش ارتفاع ل Y بالنسبة ل X X ارتفع عن Y H يبقى Y خلاص Y ده عبارة عن النقطة مرجعية بالنسبة ل X يبقى كأنها سفر وبالتالي تقطة الوضع عند Y بالساوي زيرو فيه معادلة التطبيق الثاني هو معادلة برنولي معادلة تورشلي طبعا المعادلة بتاعة تورشلي من النقاط السلاسة السابقة وده عند Y عند X في طاقة وضع لكن عند Y ما فيش طاقة وضع سفر عند X ما فيش طاقة حركة لكن عند Y في طاقة حركة نصره في تربيع وبالتالي الفي تربيع بسوي 2G H لأن البي بسوي البي لأن نقولنا الضغط عند X أو الضغط عند Y في هذه الحالة السرعة بساوي الجهاز التربيع 2G H ودي المعادلة بسمى معادلة تورشلي ده تطبيق من تطبيقات معادلة برنولي الجهاز بتاعه فينتوري جهاز فينتوري أو مقياس فينتوري ده بيستخدم مقياس فينتوري في قياس إيه سرعة تدفق سائل في أنبوبة عند اقتناق اهو احنا عندنا ادي الجهاز اهو فكه الجهاز بسيطة جدا سطح الزيبق عند 1 يتحرك الى اسفل اهو ادي 1.1 سطح الزيبق بتحرك الى اسفل كده تمام هيس السرعة اقل والضغط اعلى ويتحرك الزيبق عند 2 الى اعلى اهو بيتجه الى اعلى زيبق حيث السرعة اكبر والضغط اقل يبقى الضغط عند 1 اكبر من الضغط عند 2 وبالتالي السائل بينزل عند 1 ويرتفع عند 2 من معرفة فرق الضغط عن طريق ارتفاع السائل في المانوميتر الويتج يمكن معرفة سريان السائل وكمية السائل يبقى المقياس بتاع فينتوري هو مقياس بيقيس سرعة تدفق سائل في أنبوب عند الاقتناق بتضييق مساحة المقطع من اي 1 الى اي 2 وتزداد تمام السرعة لأن في علاقة عكسية بين مساحة المقطع والسرعة ادي انا عندينا يمكن ان احنا نستخدم معادل برنولي ومعادل استمرارية ونتوصل لهذه المعادلة ان الا 1 v1 بسوي اي 2 v2 تمام عبرنا اشينا الفي 2 وحطينا مكانها اي 1 الجهزة تربيع 2h j على اي 1 تربيع على مينس اي 2 سكوير طبعا الا 1 هنا هتروح مع الا 1 يبعضول ال v1 بسوي اي 2 في جهزة تربيع 2j على اي 1 سكوير مينس اي 2 سكوير دي عبارة عن ده الرو هنا طبعا كسافة السائل ممكن تبقى في رو يعني ممكن هنا في بعض الكتب بتحط لك هنا في رو هنا في رو تمام ورو هنا عبارة عن هي كسافة السائل ومعدل حجم الانسياب السائل يمكن حسابه من اين من معادل سمرارية الكيو معدل الحجم الكيو تساوي الا 1 في ال v1 الجهاز ده ممكن معايرته بحيث يقرأ ويسجل معدل الانسياب مباشرة خزان الماء المسقوب تمام ده برضو تطبيق من تطبيقات معادل برنولي لكن السؤال ما هي سرعة تدفق الماء من سقب في خزان نبص على الشكل ده جدامنا انا عندنا خزان والخزان ده في سقب اهو عايزين سرعة التدفق عند السقب سرعة التدفق عند السقب هذا السقب يقع اسفل مستوى الماء مثلا بمسافة اتش ادي مستوى الماء هو وده السقب هنا هو مسافة اتش تمام يبقى سؤال بتاعنا في هذا التطبيق ما هي سرعة تدفق الماء من ثقب في خزان وهذا السقب يقع اسفل مستوى الماء بمسافة اتش بناخد هنا ناخد مستوى الماء بالسقب على انه مستوى القياس يعني الاتش وان بيسوي كام بيسوي زيرو نعلم ان الضغط اعلى الخزان ونحن نعلم ان الضغط على الخزان وعلى السقب متساوي يعني البي وان هنا او البي زيرو بيسوي البي زيرو هنا تمام وده بيسوي الضغط الجوي لما نطبق معادل برنولي اهي البي ون البي نوت زائد نص رو في البي ون سكوير زائد زيرو لان طبعا مستوى الماء بالصغب مستوى القياس يبقى اتش ون بزيرو لكن هناك قيمة لطغط الوضع عند مستوى الخزان فوق عند مستوى الخزان بسوى بي نوت زائد نص رو في تو سكوير زائد رو في الجي في الاتش البيتو هي سرعة هبوط سطح السائل في الخزان وهي صغيرة جدا وبالتالي البيتو ممكن نهمله البيتو بتسوي الجزر التربيعي 2 جي اتش ودي نفس السرعة التي يكتسبها جسم ساقط سقوط الحرة من ارتفاع اتش يبقى اذا هي سرعة تدفق الماء من السقب في خزان يبقى ده عبارة عن البيتو نظرة الجناح طبعا نظرة الجناح عندما يعتر الجسم كالمبين في الشكل والذي يسمى بجناح مسار طيار هوائي بسرعة عالية فان الطيار الهوائي يندفع الى اعلى عند مقدمة الجناح وكأنه يمر في اقتناق هادي جسم هو الجسم ده اعترد هوا اعترد مسار طيار هوائي وده سرعته عالية الطيار الهوائي حيندفع الى اعلى شوف كده اندفع الى اعلى عند مقدمة الجناح وكأنه الهواء ده مر في اقتناق وهكذا بينخفض الضغط اعلى الجناح عنه في اسفله مما يتسبب في وجود قوة رافعة على الجناح تدفعه الى ايه الى اعلى شوف الجناح ده الجناح ارتفع الى اعلى جزء ارتفع الى اعلى لان فرغ في الضغط هذه الحقيقة هي اساء ارتفاع الطائرات طبعا ديها حقيقة من حقيقة المهمة جدا هي عبارة عن حقيقة مهمة في ارتفاع الطائرات بانواحها في الجو وكلما ازداد اندفع الهواء ازدادة القوة الرافعة ولكن كما هو الحال دائما يؤثر وزن الجناح الى اسفل وبالتالي لابد ان تكون قوة الرافعة المذكورة اكبر من وزن الجناح حتى عشان الجناح هيه حتى يمكن للجناح ان يرتفع الى اعلى هنكتب العلاقة هاي الاف بتساوي تمام الاف بتساوي بي ون ماينس بي تو لبعا المفوض الاتو دي يعني المفوض دي بتوبه كده بي ون ماينس بي تو في الاي بي ماينس ام جي في الاي ماينس الام جي طبعا هنا احنا الاي دي مساحة الجناح الام كتلته من هذه العلاقة بنارى ان كلما ازدادت مساحة الجناح اللي بيحصل كلما قل وزنه وكاتل القوة الرافعة اكبر لكن تعتمد هذه القوة ايضا اعتمادا كبير على شكل الجناح وسرعة تيار الهواء وغيره من العوام هناخد مثال امان الامس اللي دي مهمة جدا لانه بتورينا ازاي احنا نتعامل مع هزا الهزي الوحدة اللي هي خواص المواعي متحركة لان احنا خدنا معادلتين مهمين جدا المعادلتين المعادلتين في مسائل خاصة بالمواعد المتحركة شكرا لكم